السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي الوحدة الرابعة إذن اليوم لدينا تطبيقات كتابية في الصفحة 125 و126 من كتاب مرشدي في اللغة العربية إذن لدينا السؤال الأول أقرأ النص بتماعي ثم أنجز الأنشطة المصاحية إذن هنا لدينا السؤال الخامس أشكل ما ليس مشكولا إذن سنقرأ النص وفي نفس الوقت سنشكل ما هو غير مشكول في النص محمصة الفشار أصدقائي الأعزاء هل تحبون الفشار مثلي؟ تعالوا أحدثكم عن الفشار إذن هنا سنبدأ نشكله عندما عندما أكون ذاهبا إذن أكون ذاهبا أكون هذا في المدناقص ذاهبا إذن أكون أنا ذاهبا إذن هنا اسمه كان ضمير مستثير تقديره أنا ذاهبا هو خبره خبره كان منصوب إلى حرف جر لمدرسة هنا خصنا همزة الوصل لمدرسة صباحا إذن صباحا هذا هذا اسمه اسمه زمان لماذا؟ لأنه يعبر عن الزمان في الصباح وهو مفعول فيه لأننا نستطيع أن نقول فيه ذاهبا إلى المدرسة في الصباح أو عائدا أو عائدا هنا يا صباحا إذن ذاهبا أو عائدا ذاهبا أو عائدا عائدا هنا معطف علىه ذاهبا وبالتالي هذا العالم الإعرابي دياله ستكون بحل عائدا أو عائدا منها عشية عشية إذن كذلك هذا اسمه زمان هنا ما هذا ديال الصباح هذا العشية وشاهدوا وشاهدوا هذا الفعل مضارع والفعل المضارع دائما يكون مرفوع لأننا دائما نقول بأن العالم الإعرابي للشكل هي الأخيرة هي المهمة باستمرار هنا استمرار همزة الوصل لماذا؟ لأن هذا كما رأينا ذلك في الدورة الأولى بأنه مصدر الخماسي استمر باستمرار وبالتالي همزة الوصل باستمرار ويصح عدم نطقها وبالتالي فهي همزة وصل باستمرار هذا حرف جر إذن العالم الإعرابي هي الكسر إذن أشاهد باستمرار باستمرار أين هو الفاعل؟ الفاعل هو أنا أشاهد أنا رجلا رجلا هذا نفعل به أشاهد من؟ رجلا مسنا هذا نعت وبالتالي النعت يتبع من عوته في إعرابه إذن هذا منصب كذلك هذا منصب يلبس يلبس بذلة إذن هذا في المضارع مرفوع بذلة ماذا يلبس بذلة إذن هذا نفعل به ويلبس شكو هو الضمير يعود على الرجل بذلة زرقاء إذن هنا هذا اسم ممدود زرقاء نظيفة بذلة زرقاء نظيفة هذا النعت وهذا النعت نظيفة وأمامه وأمامه هذا درف مكان آلة آلة غريبة آلة غريبة يستخرج إذن هذا فعل كذلك يستخرج إذن يستخرج إذن يستخرج منها هو ماذا يستخرج منها الفشارة إذن الفشارة فعول به هذا هذا النعت الفشارة الأبيضة إذن هذا منصوب هذا كذلك إذن هذا هو ما غير مشكول في هذا النص إذن مستمر في قراءة النص ذات مرة ذهبت إليه فباعني حفلة من الفشار تدوقته فوجدته لذيذا ورائحته تتفتح الشهية سألته كيف تعمل هذه الآلة فأجاب عندما يتم تسخين حبات الضرة الصفراء داخل الآلة المحمصة تصير كل حبة أكبر حجما وعندما تزداد الحرارة تنفتح هذه الحبات مكونة تلك الحبيبات المنتفخة والهشة والمفيدة إنها الفشار الحقيقة هنا الحبات الحبيبات إذن هنا سنسجل الحبات تكون كبيرة الحبيبات هي تنفتح الحبيبات وهي اللي تعطينا الحبات لأن الحبات هذا صغير هذا صغير دي الحبات لأن الحبيبات هي الدورة تكون صغيرة ومن بعد فش تقول حبات أكبر منتفخة هذه ملاحظة فقط إذن ننتقل إلى الفهم الشكل أولا أشرح الكلمات الآتية الفشار تفتح الشهية المحمصة إذن محمصة شنو المحمصة المحمصة هي آلة تنضج الحب ونحوه بواسطة تسخيم يعني ماشي فقط تنضج الدورة يقدر تنضج حبات أخرى إذن هذه الدور هي آلة تنضج الدورة وما شكل ذلك إذن الفشار هو الدورة المقلي في قليل من الزيت بواسطة الحرارة اللي شفناه كي يتحول إلى حبات منتفخ تفتح الشهية إذن ماذا نقصد بتفتح الشهية تزيد في الرغبة في أكل الطعام شي حاجة مثلا كتفتح الشهية يعني كتزيد واحد الرغبة أننا نزيد ناكل منها هذا هو المقصود بتفتح الشهية ثانيا أعطي عنوان آخر للنص إذن العنوان يمكن مثلا أن يكون عبارة عبارة عن سؤال كيف يتم تحضير الفشار مثلا أو لنقل صنع الفشار أو تحضير الفشار أو آلة تحضير الفشار إلى آخر هناك عدة عنوان يمكن صياغتها ثالثا كيف تصنع الآلة الفشار إذن يتم تسخين حبات الضرة الصفراء داخل المحمصة تصير كل حبة أكثر حجما ثم تنتفخ تنتفخ مكونة حبات هشة مفيدة لذيذة تسمى الفشار تسمى الفشار هذه طريقة تصنع الفشار إذن هي القليا إذن عبدا كيف نحترس من تناول الأكلات المعروضة في الشارع إذن الأكلات الموجودة في الشارع هي المعروضة هي أكلات تسمى السريعة إذن نحرس على تناول أغذية نظيفة حتى يلك هنا مثلا تناولنا في الخارج هذه الأكلات المعروضة فيجب أن نحرص على أن تكون نظيفة يعني نحرص عن نظافة ثم لا نتناول الأكلات الغنية بالدهنيات والسكرية يعني اللي فيها الدهنيات بالزاف والسكرية نحرص على ما هو طبيعي وغني بالفيتامينات مثلا ناكل أكلات تكون نظيفة تكون فيها الفيتامينات لأن الفيتامينات هي تقل الجسم من الأمراض وكذلك تكون طبيعية أفضل أحسن من المصنعة ليس كل ما هو لديد فهو مفيد إذن مشي كل حاجة لديدة فهي مفيدة لهذا يجب انتباه طبيعة الحال إذن السؤال الخامس لقد قمنا بشكل ما هو غير مشكل إذن ننتقل إلى الصرف والتحويل إذن بالنسبة للصرف والتحويل أثني وأجمع جمع مذكر سالم الكلمات الأسية إذن هنا سنحدد المثنة وهنا الجمع المذكر سالم بالو والنون وهنا الجمع مذكر سالم بالو والنون إذن بالنسبة المثنة يعني بماذا نثني نثني بإضافة الألف والنون أو الياء والنون إذن هنا سنضيف غالبا الألف والنون خالد خالدان إذن خالد هو هذا ونزيد له الألف والنون إذن هكذا نثني خالدان إذن بالنسبة للجمع المذكر سالم نأخذ هذا المفرد وكنزيد له الو والنون خالدون ثم هنا خالدين كنأخذ المفرد وكنزيد له لكي يبقى المفرد سالما ويسمى جمع مذكر سالم مستمتع هل هذا الإسم يجوز أن نتنيه ونجمعه جمع مذكر سالم نعم لأنه للعاقب لأنه ليس كل اسم هو مفرد يمكن تحويله جمع مذكر سالي إذن هنا شنو هنقول مستمتعان مستمتعان هنزيد هنزيد الياء النون المنادي إذن المناديان إذن هنا الياء أصلية ونزيد الأليف النون المناديان هنا هنقول المناديون هنقول المنادون المناديان 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 المصطفى المصطفى المناديان المناديان ثم نضيف الياء والنون إذن ننتقل إلى صفحة الوالية ثانيا آتي بمفرد كل جمع مذكر سالم مما يلي إذن إذن إعطونا الجمع المذكر السالم ونحن نحسن نرجعها مفرد وكذلك علامة الجمع هل هي الوالية أو Herman إذن نستشعر إذن هذا يتسأله الوالية هذا اليا ونون اليا ونون الوا ونون اليا ونون الوا إذن هل هذه الجمع الأول ول نعم لأنها هي من شروط مذكر سالم أن يكون للعاقي من شروطه أن ينتهي بالواوي والنون أو الياء والنون إذن هنا بالنسبة للجمع الأول بالواوي والنون هنا بالياء والنون هنا الياء والنون الواوي والنون الواوي والنون الياء والنون الواوي والنون بالنسبة للمفرد سنحذفوا الواوي والنون والياء والنون إذا حذفنا الواوي والنون والياء والنون ولقينا المفرد فهذا جمع مذكر سليم صحيح كذلك هذا من شروط جمع مذكر سليم من شروط نتاعه هو أن يلاحد فينا الو و النون أن حصلوا على المفرد إذن العائد المجتهد هنا يا الحقيقة سنقولون المجتهد أو للمجتهد ولكن ماشي مشكلة نخليوها هكاك بدون الشكل المهذب المشكور العزيز الشارح المستدع إذن هنا يا هذا اسم ناقص كما رأينا قبل اللحظة إذن شنو هنقوله المستدعون إذن المستدعون وش أصله المستدعي ولا المستدعى إذن ماذا ما هنا يا لدينا الفتحة إذن المستدعى إذن ننتقل إلى التراكي أستخرج من النص المفعول فيه وأبين نوعه وعلامة إعرابه إذن إلا رجعنا النص قبله وقلنا صباحا إذن لرجعنا النص كين لدينا صباحا كين لدينا عشية وكين لدينا أمامه إذن هذا كلهم يعبرون عن المفعولي فيه إذن نحن نأخذه صباحا سباحا إذن نوعه ضرف مكان حسب النص عفوا نضرف زمان علامة إعرابه الفتحة الفتحة الضاهرة على آخره السؤال الثاني أعريب تشرق الشمس نهارا إذن دائما في الإعراب نقص إذن هذا فعل هذا إسم وهذا إسم إذن هذا سنعربه لأفعال فشك لنقسم الكلام لنرى فعل إسم الحرف لكلين إعرابه إذن كذلك يحددون العلامات الإعرابية ما هو العلامة الإعرابية هو الضم وهنا ما هو الشمس الضم هذا الفتحة إذن لماذا؟ لنرى هذا مرفوع نعرف بأن الفعل المضارع يكون مرفوع هنا الشمس مرفوع إذن هذا سنحضر المرفوعات ما هو المرفوعات التي لدينا لدينا الفاعل لدينا النعت لدينا مثلا إسمه كان لدينا خبره إنا هذه المرفوعات إذن واحد من هذا سيكون هذا المبتدأ إذن نتبه لنهارا كذلك نحدده في المنصوبات نستحضره على ثاني المنصوبات شنو المنصوبات اللي عندنا عندنا مثلا كينا نفعل به المفاعل كلها نفعل به المفاعل المطلق نفعل لإجليه كل مفاعل وعندنا نفعل فيه إذن هنا باش كنستحضر ذاك شي اللي بغيت أنا ولهذا يجب تقسيم الكلام بعد ما نقسمو الكلام كنحطو العلامة الإعرابية وتم ما كنجيبوه باش كنتحكموه في الإعراب إذن تشريقو إذن تشريقوه هل هذا فعل ماض أم مضارع ما أبرو بطبع الحال فهو مضارع الدليل هو أنه علامة عنده التأدي المضارع زائد أنه يعبر الحاضر أو المستقبل زائد أنه مرفوع لأن الفعل ماض ما كيكونش مرفوع إذن شنو هنقوله فعل مضارع مرفوع وعلامة ورفعه الضمة الظاهرة على آخره إذن هنا فاش كندكروا الفعل دائما خصنا نشوفوا الفاعل نشوفوا قدامنا الكلمة اللي مره واش مرفوع إذن هذا احتيمال يكون فاعل إذا ما كانش عندنا الفاعل خصنا نذكره لأن لكل فعل فاعل إما غديكون لصق فيه نقوله متصل إما ما غديش يكون كنقوله مستتير إما كيكون ظاهر إذن فهذا الحالة الفاعل ظاهر إذن سنقول الشمس إذن هذا من المرفوعات فهو فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمت الظاهرة على آخره إذن نهارا نهارا واش غدي يكون نفعول به أولا نفعول فيه أولا نفعول مطلق أولا نفعول لأجله أولا نفعول مثلا أولا حال حتى الحال كيكون منصوب إذن هادو محتمالات الواردة ما غديش يكون مفعول مفعول لأجله لأنه ما غديش ماشي سبب ما كان يعبره عن السبب كما شفتنا في الدروس ما غديش يكون مفعول مطلق لأنه ما مشتقش من الفعل مثلا ما غديش يكون مفعول به لأن السؤال ماذا ما غديش الجواب يكون عليه إذن هنا شنو قال يناك نشوفه يعبره عن زمن إذن متى متى تشرق الشمس إذن مهارا وبالتالي شنو غديكون هادو مفعول فيه مفعول فيه يمكن الاستغناء عنه هادو مهمة جدا هادو يمكن الاستغناء عنه نقدر نقفو نقولو هادو فعل لازم تشرق الشمس ونحبسو لأنه هادو كيتتعتبر في اللغة العربية من الزوائد ماشي بحل نفعل به نفعل به ماشي من الزوائد نفعل به عندو واحد الضور كيتتعتبر من الأركان هذا ليس من الأركان لأنه عندك هذا عندك الحال هادو ليس من الأركان في اللغة العربية الأركان دي اللغة العربية دي الجملة لأنه الفعل والفاعل هو نفعل به هدو هم الأركان اللي مايمكنش نحيدهم إلى حرفنا شي واحد فيهم غد تختل المعنى دي الجملة هنا اللهم لا يختلوا المعنى وبالتالي هدي من بين الحويج اللي يمكن نجربوها فاش نشوفوه بالنسبة ل الانفعل به كذلك علش هادو ماشي ينفعل به لأن الفعل لازم إن الفعل لازم لا يحتاج إلى نفعول به إذن فعول فيه ضرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن هذا بالنسبة للإعراض نعود إلى الإملاء إذن الإملاء أكتب الألف المناسبة في المكان الفارغ إذن هنا فاشنجيون نكتب الألف الألف الليين نحن شفنا بأنك تكتب في الأفعال كما يمكن أن تكتب في في الأسماء كما يمكن أن تكتب في الحرف والألف الليين شنو هي هي ألف ممدودة أو ألف مقصورة تأتي أصلية في آخر الكلمة تأتي أصلية في آخر الفعل أو آخر الإسم أو آخر الحرف إذن هناك سنشوفوش عندي فعل ولا إسم الله حرف جانا هذا فعل إذا نطبق عليها القاعدة للتولات إيش ننذير؟ المضارع القاعدة للأسماء المتنة القاعدة للحروف سماعية صحفي هذو ثلاثة دي الاحتمال إذا عندي جانا إيش نقوله؟ وش نقوله جانا يجنو ولا جانا يجني إذا نقوله جانا يجني وبالتالي في الألف مقصورا لو أننا كنا نقوله جانا يجنو سننذيره الوا أعفو الألف مدودة لأن النفل المضارع على الوا دعا كذلك هذا فعل ثلاثة إذن المضارع دعا كنقوله دعا يدعو لا دعا يدعي كنقوله دعا يدعو وبالتالي في الألف أصله هوا إذن ممدودة مضى كذلك هذا فعل مضى نقوله مضى يمضو لا مضى يمضي مضى يمضي إذن أصله يا إذن ألف مقصورا راما كنقوله هذا فعل ثلاثة راما يرمي ولا راما يرمو رما يرمي إذن الألف مقصرة غازة كذلك فعل ثلاثي غازة كنقوله يغزو لا يغزي كنقوله غازة يغزو وبالتالي ألف ممدودة استدعى هل هذا فعل ثلاثي لا فعل رباعي مباشرة كنكتب الألف المقصرة منذير لا مضارع لا تشيحاش إذن هذا هو الفرق بين فعل ثلاثي وغير ثلاثي أهدى كذلك رباعي إذن ألف مقصرة لما ندير المضارع لذلك كنضبطو الكتابة فاشيكون الأستد كيملي عليك خستكون سريع في اتخاذ القرم ثانيا أحول الأفعال الآتية إلى الماضي وأصنفها حسب حرفها الأخير مستخدما الخطاقتين إذن دابا هنا غضي نشوفو هنا يربي إذن أصله ياء هنا يلياء هنا يتلقى الأليف المقصرة بحل ياء لأن إلى جينة بغينا نتأكد ونردو تلقي تلقي المصدر المصدر كتخرج لنا شيء مرات كتختفي في المضارع يطوي لياء اللون الأصفر هذه في الماضي متاعها تكون لنا أليف مقصرة لدينا هنا الواو إذن في الماضي يخصنا الأليف الممدودة ثم ينمو كذلك الأليف الممدودة نلاحظوا إذن هكذا وخاكين لنا هنا الرباعي الرباعي والخمسي والسادسي تسعود و تسعين في الميامين باش ما نعطيوش القاعدة يعني تكون يعني 100% راكين ستناء دائما كنقولها في اللغة العربية يعني تسعود و تسعين في الميامين الأفعال الرباعية الخماسية تكتبو والسوداسية تكتبو بالأليف المقصرة لا ما نحتاجون المضارع ولكن التولاتية لا التولاتية نحتاجون المضارع إذن هذا يو ربي شنو الماضي نتعو ربا إذن واش غاد نكتبها بالأليف المقصرة بطبيعة الحال هو رباعي وزائد أن بدلنا الياء في المضارع إذن ربا ربا بالأليف المقصور ينادي نادى إذن كذلك رباعي إذن أليف مقصرة وأصله ياء يدعو إذن الماضي انتعوه ودعا إذن أليف مبدودة لأن أصله واو يتلقى تلقى أكتر من تولاتي غير تولاتي وبالتالي أليف مقصرة وكذلك أصله أليف وإذا يبغينا نتأكدو قلنا نشوف الموضع نشوف المصدر نشوف نشتقو ندوز الاشتقاقات نتأكدو 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 المضارع ولكن نشوف الاستقاقات تلقى يتلقى متلقى إذن هاي يبدأ تكدر اليا يطوي طوى إذن طوى أصله ياء إذن يكتب بالآلف المقصور يُعي يُعي عايا يُعي إذن عايا إذن أصله ياء إذن سنكتبه بالآلف المقصور أولا هذا عايا 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 يعيا إذن هنا نقل يشوي شاو إذن كذلك مدام بما أن الألف عنده ياء في المضارع بالآلف المقصور يكتري إكترا إكترا هذا أصلا غير تولاتي يسعى سعى كذلك لأن أصله ياء ينمو نما لأن فقط جوج أفعال هما اللي ينتهي بالآلف المندمد إذن هذا كل ما يتعلق بهذه تطبيقات الكتابية من كتاب المرشدي في اللغة العربية للسنة